الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في الله لقاء جديد وحلقة جديدة أفلا تبصرون حلقة النهاردة يوال أحبة في الله بنسبح ونشاهد ونتطلع ونرى ونبصر هذه الأعضاء اللي داخل جسم الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر إليها فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون لابد أن نتدبر ونشوف وظيفة كل عضو عشان في النهاية نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم النهاردة نتعرف على آخر جزء في الجهاز الهضمي ألا وهو القولون أو الأمعاء الغليظة الأمعاء الغليظة هي نهاية أو تبدأ مع نهاية الأمعاء الدقيقة وتنتهي بالشرج آخر جزء فيه كما قلنا الجهاز الهضمي يبدأ بالفم وينتهي بالشرج الرحلة اللي بيأخذها الطعام في جسم الإنسان بيمر في محطات محطة تمضغ ومحطة تفرز ومحطة تعصر ومحطة تمتص ومحطة تخرج النفايات فاحنا في المحطة الأخيرة اللي فيها بيتم امتصاص الماء علشان يخرج النفايات والفضلات من جسم الإنسان علشان الإنسان يحيى معافة إن لو هذه الفضلات وهذه النفايات ما كثت في الجسم أكتر من اللازم الإنسان بيبدأ يشتكي ويتعب ويعاني يقولك عندي قولون عندي قولون عصبي امسك مزمن مشاكل لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا العضو عضو مهم جدا لا نرى فيدته ونعم إلا إذا وجدنا إنسان أبتلي بإن القولون أو الأمعاء الغليظة أبتلي بسرطان أو أورام ومش قادرين يجدونه فتحة في الجسم فيفتحوله فتحة في البطن يخرج منها تكون شقة قد إيه مكلفة قد إيه متعبة قد إيه كل دا لإن نعمة إحنا ننظر إليها ولا نعطيها اهتمام كلنا نقوم النوم وندخل الحمام ونخرج وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الموضوع يتم بحكمة وعناية ودقة لا نشعر بها إلا إذا افتقدناها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الصحة والعافية لو هنجي نبص للقولون النهاردة هنقول إن الأمعاء الغليظة طولها متر ونص إحنا عكس ما قلنا دا إحنا في الأمعاء الدقيقة لو نذكر حلقة الأمعاء الدقيقة قلنا ستة أمطار يعني بالضبط حوالي خمس أو ربع طول الأمعاء الدقيقة الأمعاء الغليظة القطر إحنا قلنا هناك الأمعاء اتنين ونص لتلاتة سنتي لا هنا القطر غليظ لذلك سمعت الغليظة سبعة ونص سنتي دا القطر بتتكون من إيه الأمعاء الغليظة دا اللي هنشوفه مع بعض بفضل الله في هذا الفيديو تعالوا بينا كده نتفرج عليه لو نظرنا دلوقتي يعني ياريت مع بعض كده أيها أهو الفيديو قدامنا نشوف دلوقتي الأمعاء الغليظة الأمعاء الغليظة بتبدأ من نهاية الأمعاء الدقيقة عند منطقة تسمى السيكم والسيكم دي أهي يبدأ يدخل الفضلات في داخل القولون الصاعد اللي احنا شايفينه تحت عامل ذا الإبرة دا هو دا بيسمونه المصران الأعور وأنا ضد التسمية بإن احنا نقول عليه لإيه الكلمة الشهيرة يقولك دا الزائدة دودي لا ربنا ما بيخلقش حاجة زيادة ربنا بيخلق كل شيء بحكمة وقدر يدخل الغذاء هنا يفضل ماشي طبعا ربنا جعل في حكمة بقى ما خلهناش على طول يدخل لا دا بيصعد على ما يصعد محتاج وقت فوقت الصعود وفيه حركة للأمعاء عمالة تعصر في الفضلات عشان تمتص الماء اللي موجود فيها وهنا لما نيجي ننظر ما بين الأمعاء الدقيقة هنا دي زائدة هي أو مش زائدة من المصران الأعور بنقول فيه صموة ما بين الأمعاء الدقيقة والغليزة لا يسمح إلا بمرور الفضلات في اتجاه واحد يعني ما ينفعش الفضلات ترجع ترد تاني على الأمعاء الدقيق وهي طلعة طبعا طلعة ضد الجاذبية ماشية في القولون الصاعد يبدأ يمتص منها المياه تعدي على القولون المستعرض اللي هو بالعرض يمتص منها أيضا المياه ثم يبقى فيه سهولة في النزول ان الجاذبية مع الفضلات وهي نزلة اهو يوصل لمنطقة المستقيم ودي المنطقة بقى اللي هي فيها استطالة وليس موها مستقيم ان ما فيهاش التعاريج اللي احنا شايفينها في القولون فيها مدراجة كده فيها تعاريجات لا المستقيم نجد جداره ما فيهوش هذه الجيوب اهو يبدأ يدخل تدخل الفضلات في المستقيم اللي هو أسفل الصورة وبعدين ينزل الفضلات هنا دلوقتي بنشوفها هو ده القولون المستعرض وفيه كل ما بين كل قولون صاعد ومستعرض أو مستعرض وهبت فيه زاوية الزاوية دي هي الزاوية دي بيحدث فيها أحيانا ان الاكل يركن لو حركة القولون قليلة لو عضلات البطن ضعيفة لو الانسان واخد بنج والبنج أثر شوية عليه يبدأ يقف في هذه لو جينا بصينا بقى علاقة الأعضاء بالجسم اهو نجد المعدة من فوق بتراحل القولون وفقها الكابد اهو اللي انتوا شايفينه وده المستقيم اللي بيبدي وصلنا لغاية الشرك شايفين المستقيم كل ده اهو ده السيجمويد وده الريكتم وهنا القناة الشرجية ثم الشرك انتهاء الفضلات وخرجها من جسم الانسان نعمة لا يشعر بيها الا الذي فقد هذه النعمة يعني فيه امراض بيحصل حاجة اسمها ان الفضلات بتدخل القولون ويحصل فيها توقف في القولون الصاعد او المستعرض او الابط لو حصل توقف هنا بيستلزم الامر ان الطبيب الجراح يجري عملية جراحية علشان يخرج هذه الفضلات بعض الناس وده نعرف اقسام الجراحة من وقت الاخر طبيب الجراحة يقولك انا يعني من اسوأ الجراحات اللي تقابلني اما واحد يجي له امساك ويحصل فيه سدد في الاخراج يقولك انا ما اخرجتش بقالي اسبوع وعمل يصرخ ويعيط والدول ملينات مفيش مشكلة فيضطر الطبيب ان يروح يفتح ويفضي قولون عن طريق فتحة عن طريق فتحة انت عارف التلوث في هذه العملية بيبقى حاجة شديدة والجرح هنا بيبقى التقام وصعب ونقول سبحان الله نعمة لا نقدرها ان احنا ازاي نخرج هذا سبحان الله الله سبحانه وتعالى جعل النفايات نتخلص منها عن طريق ثلاث حجاب نفايات سائلة عن طريق الكليتين نرشح ونخرج البول نفايات صلبة تخرج عن طريق البراز ونفايات غازية سنوك سيد الكارون يخرج عن طريق التنفس يبقى النفايات ربنا جعل اجهزة للطرد النفايات من الجسم حسب تخصص هذا الجهاز يعني جهاز تنفسي النفايات الغازية اللي هي هوا السائلة على الجهاز البولي الصلبة الجهاز الهضمي والقولون لو هنيجي نشوف السرطان والعزو بالله نسأل الله ان يعافينا وإياكم منه بيصيب حوالي خمسة لستة في المية من سرطان القولون يصيب خمسة لستة في المية من الناس يعني كل عشرين واحد يعني نسأل الله العفو والعفو بيتصاب واحد بسرطان القولون بيعد تالت سبب للوفاة من السرطانات هو سرطان القولون بعض العلماء بيقولوا ان اكل الدهون بكثرة واللحوم الحمرة بكثرة من اسباب الاصابة بسرطان القولون الامساك المزمن بعضهم بعضهم يقول ان الحل يكمن في اكل الخضروات والفواكه والاطعمة الغزائية الغنية بالالياف بيتبقى من اهم الاشياء التي تقل انسان من الاصابة بسرطان القولون لذلك انا بقول الطعام اختيار وهو الدواء امراض معينة لا تأتي الا باطعم خاطئة لذلك اما وجد العلماء ان الاكل العلي الالياف هو الذي يحمي الجسم من اصابة سرطان القولون وكانت امنا عائشة رضي الله عنها تقول كنا نعد المنخ البدعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي انهم كانوا يأكلوا الحبوب الكاملة الحبوب الكاملة يعني مفيش حاجة اسمعها نفصل الرضة عن الدقيق لا كله مع بعض وده كان بيعمل الخبز الاصمر الشهي الطيب اللي بيحمي الانسان من هذا المرض اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان يفقهنا فيما نعلم وان يزدنا علما اللهم امين وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بنعمة البصر والبصيرة ونتذكر جميعا افلا تبصرون الرحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اشتركوا في القناة